لحظة اللي سمح فيها لتوقيف أسقف ماروني على الحدود خلال عودته من الأماكن المقدسة وإخضاعه للتحقيق لساعات وساعات وصار في صمت إذا هذا السلوك الطائش دق نقوص الخطر من هون شفنا بأنه لا يمكن السكوت عما حصل لأنه البطاريارك الماروني لا يمثل الموارنة في لبنان وموقعته ليست موقعية روحية فقط عملوا الروحة والدينة محصورة عند المسيحيين والأمورنة لكن هذا المرجع هذه المرجعية هذه الكرسي تمثل النبض الوطني اللبناني وهي اللي صنعت دولة لبنان الكبير بدويج ينهار ينقال أنه في ناس ما سكتت عن التطاول على البطاريارك لحتى ما تصير قاعدة تعاد يوم بعد يوم وصيروا يستسهلوا التطاول على رأس الكنيسة المارونية هذا النوع من التطاول والقذف والمثبات باتجاه المرجعيات مش بس الروحية الروحية والسياسية أمر مرفوض كلياً لا هي سقفتنا ولا بتنم عن حضارة ولا عن رقي اللي عنده موقف بالسياسي بيقدر يطلع يدلي فيه نحن عندنا موقف بالسياسي بنطلع منقوله لكن ما منتوجه وما منتهم وما منجرح حدا والخطورة بالموضوع أنه من أيام الأثمانيين أيام السلطنة الأثمانية لم يتجرأ أحد على التطاول على الكنيسة المارونية مثل ما عام يحصل اليوم وهذا بيأكد وبدلل على أنه نحن بانحدار كتير كبير وإذا ما طلع حدا يقول هذا الكلام اللي عم نقوله اليوم وإذا ما طلع حدا لاجأ إلى القضاء لن يرتدع هؤلاء وستتطور الأمور إلى أماكن لن تحمد عقبها إذا أبدأ الراعي ما أبداه موقفه أو موقف الناس وإنتوا زعشكن هذا الكلام بتكون تعرفوا أنه اللي قاله البطريارك يمثل ويمجسد على الأقل على الأقل يعني شرائح كتير كبيرة من المجتمع اللبناني ما فيكن تختزله وما فيكن تختصره رأيكن وموقفكن وتفرضوه علينا وعلى غيرنا لو ما وصل البطريارك الراعي إلى مطرح شايفيه أنه الأمور واصلة إلى كارسة كتير كبيرة ما كان حكي اللي حكي وأنا بدي أقول هوني أنه الحرب منك أصدوره تدعية الحرب ستكون كارسية والمشكلة أنه هول الجماعة بيقاتلوا بيحاربوا بس يربحوا بيربحوا لحالهم وبقاتلوا بيحاربوا بس يخسروا بيخسروا ناما